شاهدين زي ما تبعتم معنا كان لابد أن نبدأ حدثنا عن العلاقات الخارجية المصرية كيف أطبحت بعد ثورة الثلاثين من يونيو كان لابد أن نبدأ بالعلاقات المصرية الأوروبية لأنها آخر النجاحات للديبلوماسية المصرية وأيضا السياسة الخارجية المصرية بعد ما شاهدنا بالأمس من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والعلاقات المصرية الأوروبية التي توجد بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشملة لمزيد من التحليل لتلك العلاقات بينضم إلينا في الستوديو الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجمعة قناة السويس أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرك أستاذ صاحب يعني السؤالي اللي لازم أطرحه في البداية دور مصر المحوري سواء كان إقليميا أو غيره تراعد إليها من خلال يعني اتباعها دبلوماسية معينة بعينها أم لصقالها في المنطقة شوف حضرتك أنا بحضرتك وكل سنة وأنت طيبة والمصريين كلهم طيبين بهذا العيد الفقر هذه الثورة الفخرية اللي نال شرفها الشعب المصري والقيادة المصرية السياسة الخارجية المصرية هنقول أن هي بدأت تكون أكثر فاعلية بدأت أن تكون عندها دبلوماسية على فكرة احنا في العلوم السياسية أستاذ صحر بندرس أنواع جديدة من الدبلوماسية بعد ثورة 30 يونيو هقول حضرتك على دبلوماسيتين أول دبلوماسية دبلوماسية زيرو مشاكل ودي ما كانتش موجودة عندنا في أنواع الدبلوماسية الدبلوماسية زيرو مشاكل أي أن مصر مش عايزة مشاكل لا داخل مصر ولا في دول الجوار ودي أهم حاجة ودي اللي بيرأكد عليها بيركز عليها دايما سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في أي احتفالية إقليمية دولية داخلية خارجية بيركز أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار دول الجوار لو حدث أمن واستقرار وزيرو مشاكل ما كانش فيه مشاكل ولكن احنا بنتعرض لصدمات خارجية يعني أكثر من رائعة تحديات مستمرة جدا يعني من أولها كانت كوفيد 19 واللي دا اتكلم عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فيه مؤتمر المصري الأوروبي ويتكلم عنه التحديات المصرية لكوفيد 19 ودي صدمة من الصدمات الخارجية اللي احنا يعني ليس لنا أي دخل فيها دا حصل من بره وكانت مؤسرة على المجتمع الدولي ولكن القيادة المصرية ومصر في ذلك الوقت لو تفتكر معايا كده في 2020 صرفت بحرفية شديدة يعني جدا لدرجة أن احنا كنا بنصدر أجهزة التنفس الصناعي إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام في هذه المحنة في 2020 طلع رئيس فرنسا ماكرون واتكلم وقال أن احنا بننوي أن احنا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي لم يفكر فيه عمل استغاثة عاجلة لهذه المحنة اللي موجودين كانت أول دولة في العالم كانت مصر بترسل إلى فرنسا هذه المساعدات الإنسانية الأجهزة الطبية وأجهزة التنفس والكمامات والكحول وكأول زيارة للمجتمع العربي الوطن العربي كانت زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر في فرنسا في 2020 للمجتمع الأوروبي للمجتمع الأوروبي أول رئيس دولة عربية كان بيتحرك من هذه الأزمة كانت كل خايف يسافر خايف لا يحصل مشكلة أول رئيس دولة عربية كان بيسافر كان هو سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في الاتحاد الأوروبي وبيطلبوا ماكرون أن الأئمة والأدعية مش عايزهم من تركيا أنا عايزهم من جمعة الأزر خاصة بعد تحول الخطاب الديني الموجود في مصر والتغير الثقافي والتغير الديني الوسطي المعتدل الذي يقبله كل الشعب المصري في ذلك الوقت إحنا عندنا هذه التحديات عندنا تحديات أخرى كانت مش قادرة نجيب زيرو مشاكل السودان ليبيا القطاع غزة كل دي صدمات خارجية إحنا عنينا منها ولكن القيادة المصرية تحاول أن يكون عندنا زيرو مشاكل في هذه الدبلوماسية وده أول نوع من أنواع الدبلوماسية المصرية أن احنا بندخلوا في علم العلوم السياسية وبنقول أن في حاجة اسمها من أنواع الدبلوماسية دبلوماسية الزيرو مشاكل أو دبلوماسية عدم وجود مشاكل سواء إذا كانت داخلية أو خارجية وطبعا حضرتك بقى صاحر إيسي الآليات اللي عملتها والأيدولوجيات اللي عملتها مصر في هذه المشاكل اللي موجودة عندنا حضرتك في ليبيا ده كتيرة يعني إحنا هنحاول إن إحنا نخليها في التكتلات تعالي نوع تاني من أنواع الدبلوماسية حضرتك بتقولي هل فيه دبلوماسية جديدة؟ الدبلوماسية التسويقية أو السياسة التسويقية أول مرة نشوف رئيس الدولة بيسوق لمصر سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بيسوق لمصر أنا عندي كذا عندي مشاريع اقتصادية عندي بنى تحتية إحنا صرفين حتى الآن على البنى التحتية البنى وليست البنية التحتية لأنها بنى كثيرة جدا في الطرق والمواصلات منظومة الطرق والكباري كل دوت إحنا صرفين عليه أكتر من أو حوالي 10 تريليون جنيه مصري وده يا صاح صحر بيحفز المستثمر الأجنبي سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بعد 30 يونيا كل زياراته الخارجية كان فيه حاجة اسمها ودي برضو حاجة جديدة في العلوم السياسية اسمها جماعات طرق الأبواب يعني إيه جماعات طرق الأبواب؟ بالضبط قبل ما بسافر لولايات المتحدة الأمريكية قبل ما بسافر أزربيجان أرمينيا الاتحاد الأوروبي سواء إذا كان أيضا في شرق أسيا في الصين في الدول العربية حتى هناك جماعات طرق الأبواب تطرق الأبواب بالنسبة للمستثمرين الموجودين في هذه الدول وتبدأ تعمل معهم اجتماعات وهذه الاجتماعات بتقول مصر فيها إيه؟ مصر البونة التحتية اللي احنا عملناها فيها إيه؟ وبخصوص البونة التحتية احنا ظهر بعد 30 يونيا مصطلح برضو جديد كل ده مصطلحات جديدة ظهرت بعد 30 يونيا ألا وهو حاجة اسمها المطور الصناعي احنا ما كناش نعرف يعني إيه مطور صناعي؟ المطور الصناعي هو البونة التحتية ماذا تفعل الدولة المصرية لجذب المستثمرين للأجانب؟ ألا وهو البونة التحتية طيب المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي أنا مالي أنا بمنظوم الطرق وكباري وطرق ومواصلات والكلام ده لا يا فاند؟ دي أساس التنمية طبعا أساس التنمية ولما المستثمر الأجنبي أستاذة صحر ييجي ويقول أنا عايزة ابني مصنع تمام؟ المصنع ده حيشتغل لوحده؟ أكيد حيشتغل بالقوة العاملة اللي موجودة عندنا في مصر طيب أهو أنا كمستثمر لسه حاجة أعمل منظوم الطرق ومد وصالات كهربائية وأعمل كابلات انترنت ما أنا لو مستثمر وحعمل الكلام ده السلعة اللي في إيدي اللي بعشرة هتتكلف أضعاف أضعافها لإني هتطر إن أنا هدفع هنا وهدفع هنا بالظبط يبقى أنا كمواطن من مصطحتي هذا المنتج أبيعه بعشرة جنيه ولا بخمسة جنيه؟ أكيد بخمسة جنيه النص ده راح فين الدولة وفرته من هذه المناء التحتية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجأ لهذه الموضوع وخاصة بعد 30 يونيو احنا كنا في قهر كنا منعزلين تماما عن المجتمع الدولي بدأنا نعرف المجتمع الدولي ما هي النواحي التنمية الموجودة عندنا وبدأنا نسوأ لمصر وبدأنا نقول أن مصر عندها كذا وكذا وكذا في التنمية الدولة ده خلينا نتوقف عند المؤتمر بالأمس واليوم اللي هو مؤتمر مصر وأوروبا إلى أي مدى استطاعت مصر من خلال الشراكة التي تمت فيما بينها وبين الاتحاد الأوروبي تعزيز أليات التعاون أصبح هناك مجالات بين التحدث عنها لم تكن موجودة من قبل بنصوق لها ونحاول أن نزود السمارات فيها ارتأيته إزاي؟ شوفي حضرتك بداية كده سيادة الرئيس ومن بعد 30 يونيو دايما نقول 30 يونيو لأنها مرحلة مفصلية هي لحظة شائكة لحظة رهيبة جدا هي وضع الاستراتيجية كبيرة جدا للجمهورية الجديدة لو لهذه الثورة ما كناش في هذه الجمهورية الجديدة لو لهذه الثورة ما كناش نتكلم عن سياسة خارجية يعني شراكة مصرية أوروبية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتكلم عن حاجة اسمها توطين الصناعة المصرية ليس فقط في مصر ولكن في القرى الأفريقية وعند عودة الاتحاد الأفريقي إلى أحضان مصر بعد إحنا فقدناه فقدنا يعني أفريقيا وفقدنا إيه هي المشكلات اللي موجودة في أفريقيا في 2019 بدأ سيادة الرئيس السيسي يتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي توطين الصناعة داخل القرى الأفريقية الاتحاد الأوروبي والشراكات دي دي من ضمن أهم الشراكات دلوقتي العالم كله بيلهت وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية عايزة أقول لحضرتك بس حاجة إن في الاتحاد الأوروبي قعد كده إنفو جراف الإنفو جراف بيقول من هي الدول المتأثرة عالميا من حيث الحرب الروسية الأوكرانية لأن مصر من أولى الدول اللي موجودة في العالم المتأثرة بهذه الحرب الروسية الأوكرانية ليه؟ لأن احنا عندنا مشاريع استثمارية كبيرة مش موجودة عند أي دولة في العالم العرب مش هتلاقي ولا في ليبيا ليبيا فيها مشكلة مش هتلاقي في أي دولة في الدول العربية عندنا هذه المشروعات هذه المشروعات أستاذ صحر بتستلزم وجود حاجة اسمها مستلزمات الإنتاج يعني عشان أنتج الإنتاج بتاعي محتاج أننا حديد محتاج مستلزمات إنتاج مستلزمات الإنتاج ديت أنا بستوردها من الاتحاد الأوروبي بما أن الاتحاد الأوروبي كان في حالة حرب كبيرة جدا 70% من الغاز اللي بيستورده أوروبا وخاصة ألمانيا وغرب أوروبا من روسيا وبالتالي تعطلت الماكينات الألمانية تعطلت المصانع الموجودة في الاتحاد الأوروبي وبالتالي كان أول من أول هذه الدول الموجودة في العالم الذي تأثر به هذه الحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر هناك شراكات عديدة جدا من أهمها العالم بعد هذه الحرب الروسية والغاز اللي يمتنع من روسيا وهكذا بيدور على حاجة اسمها الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة مصر أستاذ صحر والسادة المشاهدين قيمة مصر كبيرة جدا زي ما دايما سيادة الرئيس بيكلم إحنا تالت دولة في العالم من حيث جذب المستثمر الأجنبي في إنتاج الطاقة المتجددة عندنا الهيدروجين الأخضر عندنا الأمونيا القدراء وعندنا حاجة جميلة جدا اسمها الميثانون الأخضر وكان أول تصدير شحنة للميثانون الأخضر في أغسطس 23 إيه يعني ميثانون الأخضر السفن اللي بتتحرك في جميع أنحاء العالم اللي بتنقل جميع التجارة وحركة التجارة العالمية دي كلها بتتحرك بيه الوقود الأحفوري ووقود الأحفوري بيسبب انبعاثات كربونية عالية وده اللي بيسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا شايفينها مواضيع المناخ بالضبط الميثانون الأخضر وإحنا أول دولة في العالم خلي بالحضرت بتنتج هذا الميثانون الأخضر وبتصدره إلى العالم في أغسطس 23 هذا الميثانون الأخضر ليس له أي تأثيرات بيئية أو أي انبعاثات كربونية في العالم يعني السفينة تشغله والسفينة تمشي ما فيش أي انبعاثات كربونية أو أي مخلفات مناخية تؤثر أو أي مخرجات مناخية سلبية تؤثر على الدول وبالتالي هنا جاءت أهمية مصر بالنسبة لأوروبا في ظل هذه الصدمة الداخلية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ألا وهي روسيا وأوكرانيا هي بدأت تدور على إزاي أن أنا أستثمر في الطاقة المتجددة في مصر عندنا طبعا لولا برضو أستاذ صاحا لولا تسويق القيادة السياسية بتاعتنا للمشاريع الاستثمارية أنا عندي بنبان في جنوب مصر عندي محطة إنتاج الكهرباء في البحر الأحمر من منطقة الرياح في جبل الزعفران عندنا كثير من هذه المشاريع الاستثمارية اللي بدأنا نتكلم عنها وخاصة من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدول يعني يكفي مؤتمر الأمس واليوم حينما يأتي كل هذا العدد من مستثمرين من مختلفة الدول الأوروبية حينما يتم طرح الإمكانيات المصرية والقدرات المصرية في المجالات المختلفة يعني زكرت الطاقة المتجددة ده شيء من كل المطروح حين طرحنا في موضوع التعليم طرحنا الطاقة المتجددة طرحنا النقل طرحنا أمور مختلفة لكن أنا عايزة أتوقف هنا موضوع الثقة يعني لو ما كانش فيه ثقة في مصر وفي الاقتصاد المصري وفي الحكومة المصرية أو في الأداء المصري لم تكن كله ألاء ليأتوا صح أو لا؟ شوفي أبت زبط أنا حضرة بالحضرتك مثال يقول كسياسة خارجية يقول أن مصر عندها ثقة العالم كله عنده ثقة عامياء بمصر بجد اللي حصل يوم 21 أكتوبر بعد الهجوم البري الوحشي لنيتانياهو في قطاع غزة وإقامة مؤتمر قمة القمم ألا وهو قمة السلام اللي حصل في العاصمة الإدارية كم دولة جت في هذا المؤتمر؟ 33 دولة سبع منظمات دولية بيحضروا هذا المؤتمر ده إن دل دل عن إيه؟ 33 دولة ورؤساء دول بيجوا يحضروا هذا المؤتمر ولسه المشكلة كانت لسه يعني إحنا كنا لسه في أكتوبر لسه ما تعمقتش وما توسعتش جيو سياسيا ده إن دل دل على وجود اتفاق في الرؤى اتفاق في الاستراتيجيات في القيادة المصرية والثقة اللي أنت بتقولي عليها حضرتك إن أنا بثق في الدولة المصرية إن هي عايزة تقدم رشدة لعلاج هذا الموقف سياسيا قيس عليه اقتصاديا بما إن أنا وثقت في الدولة المصرية إن هذا المؤتمر ممكن يعمل على حل هذه الأزمة أنا بالتالي أثق في الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي وليس فقط الاتحاد الأوروبي الدول شارع أسيا حضرتك تخيالي الصين ومبادرة الحزام والطريق رئيس دولة الصين لما فكر إن هو يبدأ ويحيي موضوع مبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير زي ما هم بيقولوا فكر في مصر لأن مصر هي بالضبط هي بوابة تصدير الدولاب الاقتصادي الصيني لشمال إفريقيا وأيضا للاتحاد الأوروبي موقع مصر الجغرافي بيؤهلها لحاجات كتير جدا بس المشكلة هنا وستاذ الصحر مش في الموقع في القيادة اللي تستغل لهذا الموقع الجغرافي وتبدأ إن هي زي ما احنا بنقول تسوي لهذا الموقع الجغرافي